اشتركوا في القناة بيجي مع حضراتكم كل يوم من السبت للاربع عبر التلفزيون المصري والقناة الأولى مبارح اتكلمنا عن الزكاء وكانت حلقة الحقيقة فيها كتير من المفاهيم والحاجات اللي لازم نعرفها وبتصحح معلومات كتيرة عن مفاهيم الزكاء سواء من حيث التعريف أو من حيث أنواع الزكاء واللي عرفنا مبارح أن فيه سبع أنواع للزكاء وكلهم بلا استثناء بينطبق عليهم أو بيكونوا مميزين لكتير جدا جدا أو لكل الأطفال على مستوى الدنيا علشان كده صححنا مبارح برضو مفاهيم خاصة أنه الزكاء مش هو بس العمليات الحسابية المعقدة أو التصرفات يعني الخارجة عن المألوف أو السابقة للعمر ولكن الزكاء له أنواع كتير قال كل اللي أنا بقوله ده سببه أن حضراتكم ترجعوا وقت منتم عايزين للمنصات الخاصة بيحكى أنه على وسائل التواصل الاجتماعي وتعرفوا أكتر عن حلقة مبارح والحلقات السابقة لكن الحقيقة مش هو ده بس السبب اللي أنا بتكلم يعني علشان بسبب السوشيال ميديا لأن أنا طلبت من حضراتكم مبارح أن أنتوا هتشاركونا في إعداد الحلقات اللي إحنا هنعملها النهاردة ومش هتكون هي آخر الحلقات هنعملها كل فترة حلقات إحنا مدينها اسم أو مدينها اسم هو صح ولا غلط وقلنا أن إحنا هنبتدي هذه الحلقات بحلقة النهاردة وإن شاء الله إذا ربنا أراد حلقة يوم السبت القادم صح ولا غلط باختصار هي عبارة عن مجموعة كبيرة جدا جدا من الأسئلة أو الملاحظات عن حاجات ناس بتعملها سواء بتعملها بعفوية سواء بتعملها بشكل متوارث يعني حاجات ورسناها عن الأجيال السابقة سواء حاجات مستحدثة يعني أو حاجات طلعت في الفترات اللي فاتت وابتدت ناس كتيرة أو يتعملها على نطاق واسع لكن جي الوقت اللي إحنا لازم نقول فيه ده صح ولا غلط أيا كان بقى سواء كانت حاجات حديثة أو حاجات زي ما قلت حاجات قديمة وإحنا بنتوارثها عبر الأجيال علشان كده طلبت من حضراتكم أن أنتم تبعتولنا بعد ما تشوفوا حلقة النهاردة وتفهموا المبدأ اللي ماشي عليه الحلقة أي حاجة أنتم يتسلل إليكم الشك هل هي صح ولا غلط أو أنا بعمل هذا التصرف هل هو صح ولا غلط ابعتولنا على طول وهنخدف الاعتبار إن شاء الله في الحلقة الجاية لحلقة يوم السابت والحلقات الأخرى طبعا بحسب ما ستسمح بوقت الحلقة المخصص وكمان يوم السابت الجاي هنخصص جزء كبير من الحلقة عن الصح والغلط في العيد كل سنة وحضراتكم طيبين حاجة بقى عن الأعياد وخاصة فيما يتعلق بالأطفال من أول هل صح ولا غلط إن الأطفال يحضروا الدبح مثلا دبح زبح الأطحية صح ولا غلط إن الأطفال يأكلوا من لحمة العيد ولو كلوها بتبقى معمولة إزاي صح ولا غلط إن الأطفال يشربوا شربة اللحمة اللي هي بتاعت لحمة العيد يعني حاجات كتيرة قوي وشاركونا أنتم كمان تساؤلاتكم والمواقف اللي أنتم بتتعرضوا لها لأنه العيد بالتحديد من أكتر المواقف اللي بتكون فيها مجتمع العائلات ربنا طبعا يديم علينا الاجتماعات واللمة الحلوة ولكن اللمات بقى العائلية دي كمان لها وجهة آخر وكل الأمهات اللي عندهم أطفال جداد يعني لسه عندهم بيبيز صغيرين فاهمين قصدي كويس بيبقى في القاعدة دي بقى فيه مصار كبير قوي لسوق الفهم والشد والجذب حتى بدون قصدي بمعنى إيه؟ إنك ممكن تلاقي نفسك كده وإنتي قاعدة شاي لابنك الصغير بس فجأة بقيته إنتي في محيط عيلة وطبعا لازم نخلي بالنا من الإجراءات الاحترازية والكمامات والحاجات دي كلها وعشان كده لازم الناس تبقى واخدة كمان التطعيمات لأنه بقى متوفر خلاص وبقى بسهولة بقت كل الناس ممكن تحصل عليه هتلاقي بقى في الموقف ده كلمة كده بقى من مراتة خوكي أو من عمتك أو من بنت خلتك أو من جدتك هتلاقي تقولك إيه؟ هو أنت ليه ما ديله ومش عارف إيه؟ أو أنت لا خليه مش عارف كذا هتلاقوا في مجال للعديد من النصائح خلينا نقول إنها النصائح ويا ترى أنت بتبقي ساعتها بقى بتبقي خايفة يا ترى لو عملت اللي هم بيقولوا عليه ده صحة ولا غلط بس بادئ زي بدئ كده لازم نتطفق على المبدأ أنه الحرج مرفوع ممنوع الإحراج يعني لما تكوني متأكدة من المعلومة وعرفاها وحد يقولك على حاجة وانت عارف أنها غلط اوعوا تعملوا حاجة غلط على سبيل المجاملة وخاصة أنا أتكلم هنا على مستوى كمان صحة وأطفالكم الصغارين فيما يتعلق بصحتهم سواء صحتهم الطبية يعني اللي هي العضوية أو حتى صحتهم النفسية اوعوا تعملوا حاجة أنتوا تسمعوا معلومة وتكونوا وثقين من أن المعلومة دي خلاص دي معلومة صحيحة وحد يقول لكم اعملي الحاجة الفلانية فأنت تتحرجي أو تكسفي كده بالبلدي وتعمليها أحسن طنت تزعل أو أحسن تتة تزعل أو أحسن قريب زوجي يزعل وفيش حاجة اسمها كده لازم الناس تبقى وعية وفهمة وده دورنا إحنا وغيرنا إن إحنا بنعرف حضراتكم على ما يمكن أن نقدموا من معلومات علشان نأكد الصح ونمنع الغلط خلاص عرفنا كده المبدأ اللي ماشي عليه حلقة النهاردة وإن شاء الله حلقة يوم السبت القادم مفهوم الصح والغلط هنطلع لفاصل دلوقتي ونرجع نبدأ صح وغلط عن حاجات كتيرة قوي صح وغلط عن المشي صح وغلط عن الأكل صح وغلط في السباحة صح وغلط في الشعر حاجات كتيرة قوي قوي زي ما اتفقنا كل الحاجات الكتيرة دي أنتم هتزودوها كمان بالرسائل والتعليقات بتاعتكم اللي هتبعتوها وهناخدها بكل اعتبار وكل اهتمام في الحلقة الجاية بإذن الله هنطلع لفاصل ونرجع نبدأ مع حضراتكم صح والغلط ورجعنا لحضراتكم مرة تانية في يحكى أن وحلقة أو حلقات صح وغلط واللي هنبدأ زي ما قولنا بحلقة النهاردة وحلقة يوم السبت الجاي وعايز برضو أن نبه حضراتكم لحاجة صغيرة أن احنا مش معنى أن احنا قلنا حاجات صح وغلط في موضوع معين أن احنا كده قفلنا الموضوع بمعنى أن احنا هنبدأ دلوقتي مثلا بعادات هل هي خاطئة أم صحيحة خاصة مثلا بالمشي خلاص كده لما نخلص احنا بعض الملاحظات بتاعتنا اللي عايزين نقولها مفيش أي حاجة تمنع أن حضراتكم يكون عندكم تساؤلات تانية عن المشي تبعتوها لنا هناخدها في الاعتبار الحلقة الجاية والحلقات التالية اللي هي تحت مسمى صح وغلط المشاية صح ولا غلط ها يلا بقى بينا نفكر مع بعض المشاية غلط وأنا عارف أن دي من أكتر الحاجات اللي بتأثر على يعني من المورسات الناس بتعملها على طول المشاية غلط لأن هي لأسباب أول حاجة أنها بتعلم الطفل يمشي بطريقة غير طبيعية يعني إيه يمشي بطريقة غير طبيعية يعني لما بيمشي بتلاقوه ماشي على أطراف صوابه على تراطيف صوابه وبيكون رافع الكعب لأ هنين لسه 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 بدري لسه بدري عشان هما زملائي احنا كاتبين الأسئلة دي على هنرجع كمان أيوة بس كده بس كده تمام المشاية غلط أولا لأنها بتخلي الطفل يرمي نفسه كمان لقدام تمام كده وغلط لأنها بتخلي الطفل يمشي بطريقة أسرع من المعتاد في قاعدة مهمة أو يا جماعة القاعدة دي بتقول إيه على فكرة الطفل اللي هو اللي انتم شايفينه دلوقتي مبسوط هو مبسوط بس ده مش انبساط صحي فاهمين قصدي الانبساط الصحي هو أن الطفل يكون بيعمل حاجة آمنة بالنسبة له هو لسه هنا مش فاه هو هنا بيعط خلاص القعدة هنا تمام وكل حاجة لكن المشي الأفضل أن الطفل يتعلم المشي أو يمشي يمارس المشي من غير المشاي زي ما قلنا تلت أخطاء بسبب المشاي بتحصل أولا الطفل لما بيمشي بيرمي نفسه لقدام وده غلط لأن ده بيعرضوا للإستضامة أو الحاجات دي كلها تاني حاجة أنه أغلب الأطفال اللي لم يكن كلهم وهم ماشيين بيحطوا طرف أصابعهم بس أو الجزء الأمامي من الأقدام فقط على الأرض وبيرفعوا الكعب وده غلط وتالت حاجة أنها بتخلي الطفل يمشي بإيقاع أسرع من المعتاد بعشم يعني فده بيعرضوا برضو لقدر الله للمخاطر للحوادث وهنا الحوادث معناها أنه يخبط في كرسي يخبط في حيطة أو يخبط في حد أو ما إلى ذلك تمام عايزين نسبت قاعدة زي ما بقول أي حاجة غير طبيعية يعني المشي هو بعد كده هيمشي طبيعي ولا هيمشي بمشاية هيمشي طبيعي يبقى الفطء الحاجة بقى البينية دي تبقى غلط فهمتوا قصدي يعني زي ما هنقول إيه مثلا زي ما هنقول خلينا دي نقولها في الأكل لما يجي معادي الأكل طيب بعد المشاية صح ولا غلط الشيالة أنتوا طبعا فاهمين قصدي عن الشيال الشيالة دي حاجة بقى دي ملاش علاقة بالموروسات دي حاجة من المستحدثات دي حاجة من الحاجات اللي ظهرت أيوة زي ما أنتوا شايفين كده في السنين الأخيرة خلاص عايز أقول لكم أن الحكاية دي صح ولا غلط برضو غلط للأسف الشديد هتقولولي الله بس دي منتشرة في كل دول العالم والحاجات دي كلها أقول لكم الشرط أنها تكون منتشرة والحقيقة أن السبب انتشارها سبب غريب جدا مش هيخطول لكم على بات هذا الاختراع لما اتعمل اتعمل في دول جنوب شرق أسيا والصين خلاص وهما قصار القامة يعني هما بيتميزوا الشعوب دي أن هما شعوب قصار القامة فهم لقوا أنه هما وهم بيتحركوا في أماكن مزدحمة وهما شعوب يعني أماكن زحمة كتير أو فلما بيلبسوا الحاجات دي بيبقى دا وسيلة لهم علشان يعوض قصار القامة يعني أن هما ما يبقوش طوال أو خلاص هتقولولي بس دي مريحة أقول لكم مريحة لحضرتك إنما مش مريحة للطفل وكمان في حتى ملاحظة كنا لسه بنتكلم فيها مع أحد زملائي من الإعداد وهي عندها بيبي يعني ربنا خلوه لها إنها كمان هي بتقولي أنا بلاحظ أنه الطفل وهو في الشيالة بيكون وضع جسمه غريب شوية بيكون رجليه مفتوحة تمام عشان طبيعي علشان يبقى هو رجليه زي ما يكون محوطة أو محيطة ببطن الأم تمام كده دا صح ولا غلط ما وده بيؤكد إنها غلط أولا دا بيعمل حاجة اسمها أوفرستريتش أو الانبساط الزائد للعضلات لعضلات الفخد لعضلات الأطراف كلها وتحديدا عضلات الفخد وده أمر مؤلم جدا بالنسبة للطفل يعني تخيل كده حضرتك دايما يا جماعة عشان تفهموا قصدي أو تعرفوا يعني تتخيلوا أي حاجة من اللي أنا بقولها على الأطفال تخيلها على نفسك بمعنى إيه؟ تخيل إن أنت مطلوب منك إنك تععد فترة طويلة وإنت حضرتك أو حضرتك فتحين رجلك وكده ومثلا فيه مثلا حاجة كرسي عمود أي حاجة وإنت حطت رجلك كده لفترة طويلة هتلاقي نفسك بعد دقائق هتشعر بالألم تمام؟ تخيلوا بقى إن الطفل بيحصل فيه كده هتقولوا لي إيه؟ بس دي الأم ما هي الأم بالنسبة لها ما هي الأم أم أه بس في الآخر الطفل وضع الساقين عنده مش طبيعي شايفين العمالة عامل إيدي إزاي؟ خلاص؟ فده غلط خالص لأنه بيخلي في حالة من الانبساط الشديد للعضلات بتاعت اللورليمس أو الأطراف السفلية تاني سبب إنها غلط الشيالة إنها بتعمل التباس شديد جدا في شكل التقوص بعد كده اللي بيظهر عند الأطفال يعني فيه أطفال نقعد نقول إيه؟ والتقوص ده طبيعي ولا مش طبيعي على فكرة فيه حاجة اسمها التقوص الطبيعي التقوص الطبيعي عشان تبقوا عارفين هو عبارة عن إن الطفل هقول لكم برضو مثل كعاتي معاكو يعني عشان تفهموا قصدي قدامنا شنطة تقيلة شنطة مثلا سفر أو حاجة تقيلة على الأرض لما بنيجي نشيلها بنلاقي نفسنا تلقائيا لما بنيجي نشيلها كده بنلاقي نفسنا رجلنا تعمل كده تعمل بوين كده أو تعمل شيء من التقوص وده عشان نعرف نشيل تمام؟ هتقول ليه طب إيه علاقت ده بالطفل؟ هقول لكم الطفل وهو بيتعلم الوقوف وبعدين هو بيتعلم المال شايفين بقى الصورة هو؟ اللي أنا بقول لكم عليه شايفين وضع رجلين الطفل عامل إزاي؟ تخيلوا بقى أن الطفل ده يبقى في الوضع ده ساعتين ثلاث ساعات ساعة أربع ساعات وإنتوا فاكرين أنه هو أصلا كمان الإيدين كمان بتبقى يعني هي بس بس الضرر الأساسي بيكون على الساقين الرجلين اليمين والشمال الساقين بيبقوا في حالة ألم كبيرة جدا وبتعمل ألم حتى لو الطفل ما عيطش بيبقى ده بيفصر أنه أثناء الليل بقى أو بعد مثلا وهو نايم تبصوا تلاقوه يعيط كتير خلاص؟ فهرجع وأقول لكم حكاية بس تقوص الطبيعي بتلاقوا أنه إحنا بنعمل كده لما نيجي نشيل بيحصل زي تقوص كده بسيط الطفل لما بيجي تعلم الوقوف أو يتعلم حتى المشي الخطوات الأولى بيروح مقوس رجليه شوي عشان ما يوقعش لأنه عشان رجليه تتحمل وزن جسمه فبيحصل ما يعرف بالتقوص الطبيعي تمام؟ طيب إيه الفرق بقى بينه وبين التقوص المرضي اللي بيحصل نتيجة نقص فيتامين دال وعدم التعرض للشمس ونقص الكالسيا اللي بيحدد الفرق ده هو الطبيب ليه؟ لأن التقوص الطبيعي ده له درجة له درجات إنما التقوص بقى المرضي لقدر الله بتبع حاجة تاني عشان كده أنا دايما لما حد يسألني على التقوص أقول لهم عمره قد إيه؟ لما بلاقيه في سن بداية المشي بقول لهم اتطمنه وتبعوه كويس لأن التقوص ده بيتصلح بعد كده أقول لكم بقى كلمة من كلمات الأجيال القديمة يقول لك إيه؟ هيتصلح لما لما ابنك أو بنتك يفرد طول يعني لما يطول حاجة بسيطة هتلاقوا التقوص اللي عامل كده اتعدل لوحده بس بشرط لازم يبقى الطبيب شافه وقال لك ده تقوص طبيعي ما تقلقيش منه نرجع بقى للشيالة الشيالة بتساعد على إن التقوص ده يفضل موجود فاهمين قصدي؟ فاتلاقوا الطفل التقوص ده زيادة عن اللزوم فالشيالة دي غلط كمان برضو من الأضرار الكبيرة للشيالة دي زي ما قلنا غير إن هي بتبقى مؤلمة جدا جدا فكرة إن هي أحيانا ما بتسمحش للطفل إنه يتنفذ بشكل طبيعي ليه؟ الطفل في العمر ده اللي انتوا شايفينه في الصورة ده وأي حد عنده طفل في العمر ده أو مر بتجربة وكان الطفل في العمر ده هتلاقوا إنه هو من أكتر الحاجات اللي الطفل بيكون حريص عليها حركة إيدي ورجليه هتلاقي حتى وانت شايلة بتلاقيه بيقعد يحرك ده لازم في حاجة اسمها كومفرت زون الكومفرت زون ده اللي هو منطقة الراحة هتلاقوا إن الطفل وانت شايلة بيروح رفع إيده كده بيروح منزل إيده التانية بيروح تاني رجبته ومرجعها تاني وانت شايلة شيلة طبيعية أنا عشان كده بقول لكم مش كل الحاجات الحديثة حلوة ومش كل الحاجات الأديمة وحشة وده دورنا النهاردة في حلقة زي الحلقات اللي احنا بنعملها مع حضراتكم دلوقتي في الصح والغرط خلاص يبقى تكلمنا عن المشاية واتكلمنا عن الشيالة تمام طيب هل صح ولا غلط الطفل يلبس جزمة أثناء تعلم المشي يلبس حزاء يعني ويلبس شراب ولا لا هقول لكم الصح والغلط وده ممكن يبقى مختلف شوية عن تصور كتير منكم عشان الطفل يتعلم المشي في بدايات تعلم المشي الأفضل أنه ما يكونش لابس حزاء الأفضل أنه ما يكونش لابس حزاء خلاص كده ليه لأن إحساس القدم على الأرض نفسها بتساعد على تشكيل العضلات بتاعة الفوت أو القدم إنها تحفظ التوازن وإنها تنقل من خطوة لخطوة خلاص بس ده لازم يتحقق بشروط إيه هي بقى الشروط الشروط أن الطفل هو بيتعلم المشي لازم يبقى فيه سجاجيد في البيت يا جماعة لأن الأرض بتبقى حدة بتبقى نشفة الأرض لو سيراميك أو بلاط أو رخام أو حتى خشب أو بركي أو كده الأرض دي مدى صلبة خلاص طبعا أقلهم يعني أفضل حاجة بيبقى الخشب البركي أو الهدش دي اف أو كده لأن سقوط الطفل هنا مبدئيا بطمنكم يعني أنه ما تخافوش قوي من السقوط لأن الطفل مش هيتعلم المشي غير أنه هيقوم ويقع ويقوم ويقع وكلام ده كله لكن فيه فرق أن الطفل يقع على حاجة زي ما احنا بنقول كده صلبة بس إحنينة زي الخشب أو صلبة وحدة زي السيراميك أو الرخام حلو؟ فده بشكل مبدئي لازم يبقى الطفل ما عندوش هو لسه الصغير ده اللي بيتعلم المشي ما عندوش لسه مقدرة أنه هو يعمل كذا أوبشن أو كذا وظيفة في نفس الوقت فهيلاقي مثلا حتة فيها سجاد وحتة ما فيهاش سجاد خلي بالك برضو من الشرشيب خلي بالك لو حتة من السجاد دي متنية على نفسها اللي احنا دايما في المشي كده أو لو احنا عاديين تلاقي مثلا لو السجاد خصوان لو السجاد ناعم بتلاقيه يرجع لورا شوي يعني خليكي حريصة قوي أن المكان اللي طفلك بتعلم فيه المشي مبدئيا هو يكون حافي ما يكونش لابس طبعا لو أنتو جوا البيت يعني دي حاجة ثانيا أنه يكون المكان مغطى بسجادة خلاص بس السجادة برضو ما تبقاش السجادة اللي القدم بتغوص فيه لأن دي ما بتعلمش الأطفال اللي ماشي خالص دي بتوقعهم فيه سجاجيت كده حتى يعني دايما يقول لك إيه دا لو أنت ماشي كده رجلك بتغوص فيه لا ده غلط على الأطفال يعني أنتو كبار بقى أنتو حرين إنما الصغارين دول عايزين السجادة العادية خالص تمام أو يبقى من غير سجادة خالص بس بشرط تكون الأرض زي ما قلنا خشب أو بركيه تمام ده بالنسبة للحزاء خلاص طيب على طول يبقى من غير حزاء لا أنا قلت فيه بداية تعلم مهارة الماشي يعني لما نلاقي بقى الطفل ابتدى يتعلم المهارة عند سن سنة عند سن سنة وشهر سنة وشهرين احنا قلنا الطفل يبدأ يبدأ بحط تحتها عشرين خطة ههو عدوهم يبدأ تعلم مهارة الماشي عنده عمر سنة إلى سنة ونص عشان كده لما أم تقول ده أنا ابني عنده سنة وشهر وما بيمشيش أو لا طبيعي بس نسأل على التسنين فهمتوا قصدي هل هو استهلك مخزون الكالسيوم اللي جوه جسمه لصالح التسنين الطبيعي أنه بيحصل التسنين وبيحصل المش وبيحصل تطوير الحركة كل الحاجات بتمشي مع بعض إنما مش غلط فيه أطفال قررت كده جسمها قرر أنه عايز يسنن بدري أو أنه عايز يمشي بدري فتلاقيه تأخر في التسنين برضو هنرجع ونقول أن التقييم الطبي هو الفايصل لأنه مش بس بنقيم بالعمر لكن بنقيم بتحليل معملية تحليل مستوى الكالسيوم في الدم وبنشوف الكالسيوم ده قد إيه وتحليل مستوى فيتامين دال وهكذا خلاص نيجي الموضوع الشراب هل الطفل يتعلم المشي بالشراب ولا لأ لو لبس حزاء لما يلبس حزاء يلبس شراب خلاص كده لأن الشراب لوحده هو وسيلة للتدفئة عشان كده دايما نقول لكم إيه في الشتة الأطفال يلبسوا شراب أو يلبسوا اللي هو السالوبات اللي هو بيبقى بينه فيه ده اللي هو اللبس مكمل بقى للقدم تمام إنما الشراب لوحده لا بيزحلق خلاص والحقيقة اسمحوا لي أخرج شوية برا الموضوع يعني حاجة بالله جات على بالي حالة أنا آسف يعني حاجة بس ما لقاش علاقة بقى بالأطفال بس اللي هي يعني محشورة في زوري شوية يعني اللي هي من كتر ما بقيت أشوفها وبتاقيت أركز فيها لقيتها على سكيل واسع جدا 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 حياة ظهرت حاجة كده مش عارف مين اللي ورا الحكاية دي إن انتشرت موضة إن الناس تلبس الأحزية من غير شراب والحقيقة إن أنا شايف يعني إذا سمحتولي يعني ده حاجة غير صحية على الإطلاق وغير منطقية وحاجة يعني في منتازة خافة ومنتازة غرابة هتقولولي دي موضة هقولوكم دي مش موضة عدلة يعني دي موضة وحشة جدا فبلاقي أبص ألاقي شباب وراحين جايين طول اليوم ولابسين أحزية اللي هي بتبقى الأحزية الرياضية أو الأحزية الكلاسيكية وابتديت بقى أركز ألاقي إنه فين وفين على ما بلاقي حد لابس شراب فأرجوكم بلاش الحكاية دي لأنها دي مش هيجين كويس ده مش بيئة صحية خالص بتخلوا القدم يعني ناهيكم عن الروائح الكريهة والحاجات دي كلها انتوا كده بتعملوا بيئة غير صحية على الإطلاق للقدم وده بيساعد على انتشار الفطريات وعلى تفاقم أي حاجة مرضية موجودة أو حاجة زي كده وأنا مش فهم ليه يعني ما هو الشرابات شراب يعني شراب وجزمة شراب وجزاء فيعني بلاش بلاش يعني إذا يعني اللي عايز يسمع يسمع بس الحكاية دي الحقيقة غريبة قوي قوي يعني قوي يعني نرجع بقى للصحة والغلط بس دي بمناسبة صحة والغلط دي مش بس غلط بقى دي حاجة غلط وحاجة وحشة وحاجة مش صحية وحاجة سخيفة يعني أنا ممكن أعود أكمل معاك وكده لغاية الفاصل وأعود بقى أقول الأوصاف دي لإني لحظت انتشارها بشكل غريب الحقيقة يعني ويعني قبل ما نطلع فاصل هنقول بقى قبل الفاصل إحنا هنتكلم عن إيه في صحة والغلط تاني إحنا تكلمنا هو عن المش هنتكلم عن صحة والغلط في الشعر قشر الشعر ربطة الشعر العناية بالشعر نعمل للشعر ده يعني حاجات زي ما بتعمليها مثلا لو أنت عندك بنت تعملي لبنتك دي كيراتين وبروتين تعملي لها حمام كريم كل ده هنقوله بس بعد الفاصل صح وغلط ما زال مستمر معاكم ويحكى أنه ما زال متواصل بس بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم تاني في يحكى أنه ما زالت حلقة صح ولا غلط متواصلة معاكم وقبل ما نتكلم عن الصح والغلط بخصوص الشعر اسمحوا لي بس أرجع تاني لموضوع المشي لأن في حاجة أنا افتكرتها دلوقتي وإحنا في الفاصل حابب قوي أن أنا أقولها لحضراتكم وهي خاصة زي ما قلنا كده مخاطر المشاية والشيالة والحاجات دي كلها في بقى حاجة غريبة قوي زي بالزبط كده اللي بيلبسوا الأحزان من غير الشراب في حاجة ابتدت يمكن تشوفوها كتير أنتو في المولاد تحديدا وهي الأم اللي بتلبقى ربطة ابنها أو بنتها بحاجة سلسلة كده ومسكل الحكاية هو الحقيقة أنا مش عارف يعني بجد أنا مش عارف مش بس يعني مش بتحايل على الموضوع بس أنا فعلا مش عارف اللي بيعملوا كده عندهم زرة شك أن ده ممكن يكون صح يعني 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 وبيبرروا ده يعني نسمع بقى تابيرات يقولك أصل الخطف وكتير وممكن العيال تتوه والحاجات دي كلها فأنا بس اللي عايز أرد بيه أولا هي من ناحية الخطأ هي مش بس خطأ الحقيقة هي حاجة خطأ وغير آدمية وأنا لما بقول غير آدمية أنا بقول الوصف الحقيقي لأن هذا الإجراء بيتعمل أنا آسف جدا مع الحيوانات الأليفة خلاص فإذا كنا إحنا استدعينا هذا الإجراء أو هذا التصرف وخدناه من علاقتنا بالحيوانات الأليفة وبنعمله مع ولادنا فده يبقى حاجة الحياة غريبة جدا إذا كنا مقتنعين أو في ناس مقتنع أنه ده صح فدي حاجة أغرب الحقيقة يعني إذا كان بقى في حد بيه برر ده ويقول أصل الأطفال ممكن تتعرض لمخاطر في المولاد وتتخطف لقدر الله فده أغرب وأغرب في الحياة أنت كأم أو أب أو جدة أو يعني خالق مش عارف بقى بس يعني مين ما سموح له أنه يعمل هذا الخطأ للأسف اللي بيعملوا الأمهات يعني حضرتك مهمتك الرئيسية هو حماية طفلك ده ومش معنى كده أنك ما تخرجوش ولا تتفسحو ولا أنك تروحي أماكن بس مبدئيا اختيار المكان ده مهم واختيار التوقيت بالنسبة للمكان أهم يعني فيه ممكن تقولي أنا هروح المول الفلاني أو السوق التجاري ده بس هتجنب يوم كذا ويوم كذا عشان بيبقى فيه زحمة فده منطق وده عقل هنا بقى الأم دي عقلة وكملة خلاص لما أقول إيه أنا هروح بس هدفي الرئيسي أنا رايح عشان أبص على فستان أبص على شنطة أبص على حاجة عايزة أجيبها للبيت خلاص ده من حقك تماما إنما دي النظرة التانية النظرة الأولى لازم على ابنك أو بنتك إنك ما سكأ ديهم كده خلاص وامتبت عليهم واخد بالك منهم قوي هي دي الأولوية القصوى اللي لا تقارن بحاجة تانية مش الأولوية إنك تبقي عمالة تبصي على الفترين أو الفترينات بتاعت المحلات وربط ابنك بسلسلة وتقولي هو كده في أمان لا هو كده مش في أمان هو كده غلط عليه من الناحية النفسية بيتعرض للحوادث لإنك ببساطة مش شايفها المصار اللي هو ماشي فيه يعني ممكن تبقى حاجة قدامه تكعبله ولا حاجة زي كده هتعودي بقى تتلفتي كده ولا كده وأصلا المنظر الحقيقة غريب قوي فيعني دي بس بالمناسبة كده أرجوكم اللي بيعملوا حكاية دي بلاش يعني لإنها حاجة بقولكو مش إنسانية خالص وتأثيرها النفسي كمان على الأطفال سيء جدا ولا يليق الحقيقة بأي أم إنها تعمل التصرف ده الإبن ولا البنت ده هدية كبيرة قوي ما تعمليهاش كده ما تعمليهاش كده معاه عشان إيه؟ يعني بتعمليه كده عشان أبص على فستان ولا بص على حاجة خلي ابنك في إيدك ولا بنتك في إيدك وبصي على اللي أنت عايزاه ومش لازم تبصي على كل حاجة يعني في نفس ذات الوقت يا نرجع بقى للشعر أو نبتدي الكلام عن الشعر صح ولا غلط التعامل مع قشر الشعر خلينا نقول إن قشر الشعر ده حاجة نبدأ يعني أو نخلينا بالقاعدة بتاعتنا منتشرة ولا حاجة ندرة ها أنا سامع دلوقتي الإجابة عند الموليد الجدد دي حاجة منتشرة ولا حاجة ندرة منتشرة جدا إحنا عندنا قاعدة في الطب الحاجة المنتشرة ما بتقلقش حلوة القاعدة دي يعني بنقلق من الحاجات الندرة إنما لما تبقى حاجة على سكيل واسئة أو منتشرة انتشار كبير ما بنقلقش منها خلاص يبقى أول حاجة دي حاجة غير مقلقة تاني حاجة على فكرة هي تفسيرها الطبي ما زال غامض جدا دي معلومة على جنبك وأغلب الظن أنه ده أمر له علاقة بالهرمونات بتاعت حضرتك أثناء الحمل ده أكتر تفسير مقبول طبيا لغاية دلوقتي قال أو قال التفسير العلمي ده إن هرمونات الحمل وتفاوت درجات وجودها في الجسم أثناء الحمل عندك يعني بيستفز أو بيثير نشاط الغدد الدهنية اللي عند الأطفال وتحديدا في فروة الراس فده بيكون محفز لوجود القشرة تمام؟ طيب نعمل إيه؟ شفنا في الفيديو حاجة لطيفة جدا شفنا في أول حاجة خالي أولا نسرح بالمشت ممكن لما يبقى الشعر كده بس لازم يبقى المشت واسع ما يبقاش المشت دايق خلال؟ أيوة هي دي بقى اللي أنا أقصد عليه أو اللي أنا أقصدها استخدام زيت الزتون تحديدا مش أي زيت تاني زيت الزتون بنحطه على رأس الطفل بنعمل عملية تدليج خفيفة جدا ليه؟ لأن لسه في مناطق في الجمجمة عند الطفل لسه ما أفلتش يعني هي متغطية بالجلد بتاع فروة الراس فنخلي بالنا أنا بقول له تدليج شايفين أنا بعمل إيدي إزاي؟ تدليج خفيف خال أيوة هو القشرة كده يا دكتور مش هيطلع مش عايزينه يطلع احنا عايزينه يطرع بس ولو سبتيه في حاله والله ما فيه مشكلة خلاص؟ إنما لو عايزة تعملي حاجة يعني عايزة تحطي تتش يعني شوية زيت زتون بسيط خالص بتعملي صوابعك أنت في زيت الزتون مش بتحطي زيت الزتون مباشر بتحطي صوابعك كده وبتبتدي تعملي تدليج خلاص؟ تمام هل الموضوع كده يخلص هنا؟ لا لازم ده يحصل لما تكوني هتحمي الطفل بعد كده يعني ما نسبش زيت الزتون كده على شعر الطفل يعني اللي احنا شفناه في الفيديو ده غلط ليه؟ لأنه أنا معرفش بقى كان فيه حتة في النص وتشالت ولا لا بس هو زيت الزتون ده بيتساب قبل الحمام قبل ما نحمي الطفل بعشرين دقيقة على حد أقصى بعد كده بنحمي الطفل مش نسيبه كده بالزيت بتاعه يعني أو بالزيت الزتون وأنا قلتلكه دي حاجة بسيطة جدا بنبل بيها بس طرف صباعك يعني أول عقلة كده وتعودي تعملي كده زي ما أنا بعمل كده على راس الطفل يبقى نرجع بقى للنفس الموضوع يبقى غلط جدا اللي تعودي تعمليها بدفرك فيه كتير قوي من الأمهات يقولوا إيه ما أنا قصة ده وفري هعملها كده لا ده غلط لأنك بتجرحي فروة الرأس فروة الرأس أو جلد الطفل يا جماعة شديد الحساسية خلاص وزي ما أنا بقولكه هو ما تخافوش منها ما تخافوش هي لوحدها بتختفي أو بتمشي ماكسما مع نهاية السنة الأولى يعني بتقل تقل تقل لغاية السنة الأولى يبقى غلط إن إحنا نعملها بدفرنا غلط نعملها بالمشت يعني ممكن فيه ناس كده يقولك إيه هجيب مشت خشب هجيب مشت خشب وأعمل كذا غلط برضه خلاص المشت الخشب حلو في التسريح الشعر العادي إنما ما تجيش بقى بتجيبي سن المشت جاو وتقعد يتقولي هتعمل ده برضو بيجرح فروة الرأس عنده طفلك بيجرحها حتى لو أنت ما شفتيش دم اللي قدر الله أو كده بس بتعملي حاجة اسمها أبريجنز أبريجنز ده اللي هو إن يبقى الجرح على هيئة خط كده يعني خط كده زي ما يكون اللي هو بالضفر يعني تمام؟ طيب إحنا كده تكلمنا على إيه؟ قشرة الشعر نتكلم على حاجة تاني صح ولا غلط إن فيه أمهات يقولوا أو أسر يعني يقولوا إيه؟ لما الطفل بينام مكان نومه الشعر بيخف شوي خلاص دي حد حتى من زملائنا في فريق الإعداد يعني أسلحنا كده عملنا يعني قاعدة كده قاعدة نقاش قاعدة علمية للنقاش وقلنا كل واحد يقول حتى تجربه الشخصية والمحيط به والكلام ده كله وعايزين بقى نوسع الدائرة دي بأراء حضراتكم وتساؤلات حضراتكم فلاقيت فيه ناس بيقولوا إيه؟ أصل الشعر لما يخف بيخف في مناطق النوم ده صح ولا؟ يعني ده بتحصل؟ آه بيحصل فلاقيت بقى حاجة غريبة يقولك إيه؟ نحط زيت ومش أي زيت زيت الجرجير تحديدا علشان خاطر ده بيفيد الشعر طيب أولا زيت الجرجير هو كويس ولا مفيد للشعر؟ هو مفيد بس هو له لازمة في المرحلة دي؟ لا خالص ليه؟ لأن شعر الطفل في المرحلة دي أصلا بيتغير باستمرار طبيعي أنه يحصل تساقط للشعر طبيعي والتساقط ده بيحصل في الأماكن اللي هي العادية وبيحصل أكتر في الأماكن اللي الطفل بينام فيها بس ما بيحصلش لدرجة أنه يبقى فيه بقعة من الرأس بدون شعر هي بتخف بس بس بسيط أنا دوري بقى أن أنا أقول لكم التفسير العلمي اتطمنوا أو التطمين العلم اتطمنوا لأن الشعر لما بتقع ده معناه أن فيه بويصلات الشعر بتطلع شعر جديد فما تقلقوش خالص وزي ما اتفقنا ما تشغلوش بالكوا قوي بطبيعة شعر أولادكوا خلال السنتين الأوائل من العمر أنا مش عايز أقول يعني حاجة هتصدمكوا شوية بس هو طبيعة الشعر عند الأطفال الولاد والبنات مش بتتحدد قوي إلا بعد البلوغ فهمين قصدي وده هنجيله دلوقتي حالا في بقى في العناية بقى بالشعر فحكاية بقى أنه زيت الجرجير هو هنا حق يرد به باطل هو زيت الجرجير مفيد للشعر مفيد إنما للشعر بقى الشعر الناس اللي هم الكبار اللي عندهم شعر كده طويل يعني أتكلم طبعا على السيدات والفتيات تمام وبرده بيتغسل يعني طيب إيه تاني عدد برضه خاصة بالشعر دي بقى آه دي حاجة بقى مهمة جدا 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 بقى فيه ناس كده يقولك إيه للولاد وحتى للبنات لازم شعر البطن يتحلق شعر البطن ده أحسن تفهمه غلط شعر البطن ده اللي هو الشعر اللي الطفل بيتولد به خلاص كده لازم يتحلق علشان خاطر يطلع مكانه شعر جديد أو كسيف وهنا ده بقى بنوسع الخطأ شوية وبنقول إن دي عادة بقى منتشرة تبص لو طفل كده ولا طفلة محلوق له خالص ليه عم عملته كده يقولك علشان الشعر يطلع كسيف هل ده صح ولا غلط ده غلط خالص ده غلط جدا أولا لإن إحنا نسألين الشعر اللي بتولد به الطفل بن قوسين اسمه شعر البطن بس ما هو مالوش علاقة بالبطن أنا بقول المصطلح الشعبي إنه شعر البطن يعني الشعر اللي نزل به الطفل من بطن ممتو يعني لما تولد كده تولد عنده شوية شعر وفي أطفال بتتولد من غير شعر فيقولك إيه لازم شعر البطن يتحلق وعلى فكرة حتى الموضوع ده له يعني مسالك أخرى دينية يعني اللي هو أنا هنا بتكلم في العلم أنا ما بتكلمش في الدين أنا بتكلم فيما يخص العلم حلق الشعر ده تماما في المرحلة دي من العمر في منطقة الخطورة ليه؟ لإنه بيبقى بيزود الفرصة جدا ها اسمعوا بقى كلمة لتدمير تدمير مش لإضعاف تدمير بويصلات الشعر عند الطفل كل طفل في الدنيا ولد أو بنت ها بيبقى فيه حاجة اسمها بويصلات الشعر ها البويصلات دي اللي بيطلع منها اللي بيكون فيها منشأ الجزور بتاع الشعر اللي بيطلع منها الشعر الحلقة الكاملة دي ها بيكون فيه خطورة جدا جدا إن جزء كبير من بويصلات الشعر دي يكون هو ضعيف أصلا فالحلقة دي تدمرها فبيكون الطفل ده عرضة إنه يكون فيه مناطق في شعره أخف بكتير من مناطق تاني حد دلوقتي حالا بيقول لا بس أنا لما شفت مش عارف مين حلقين له كده شعره طلعت إيه ما هو شعره لازم هيطلعت إيه لأنك بتقارن بحالة من عدم وجود الشعر أصلا فأنت بيت هيأ لك النوات إيه إنما هو ده الشعر العادي هو ده الشعر الطبيعي فاهمين قصدي يعني زي ما عارفين فيه كده من كم أسبوع عملنا حلقة عن المصيف والجلد وكده فأنت تقول إيه أنا أنا اسمريت خلاص كده هو أنت اسمريت يعني إيه يعني حتة من الجلد أصبح لونها مختلف عن عن لونك الأصلي يعني هو الجلد ده لون طبيعي بس فيه حتة كده راح تواخد أشعة شمس زيادة فلونها تغير إنما هي إنما هي وطبعا هنا الصبغة زادت والحاجات دي كلها فهو هنا شعر ما يتحلقش خالص إحنا بنعتني بالشعر يا كمان بنعتني بيه بس وهو الشعر بيجدد نفسه من تلقاء نفسه الحلقة بقى ده موضوع تاني الحلقة دي ما فيهاش حاجة سمعه أنه إحنا نشيل خالب الحلقة دي اللي هي أنه إحنا بنساوي الشعر خلاص اللي هو بنهزب الشعر إذا كان ولد أو بنت أو كلام ده كله وبمناسبة الحلقة برضو أو أو الشكل الجمالي للشعر يعني فبالنسبة للولاد الحلقة عادية برضو لاحظت أنا بشكل شخصي أنا بقول لكم ملاحظات إن فيه أمهات كتيرة أمهات تحديدة بميالين قوي إنهم يطولوا شعر ولادهم الولاد وإنما هي مش عارف إيه السبب يعني أنا طبعا علميا أنا ما عنديش تفسير بس هو واضح إن فيه تفسير نفسي بقى أنا مش فهمه يعني هل هو دي برضو موضة أنا مش عارفها أنا مش متابع عصلي فيه حاجات كتير مش متابعها بلاقي إن فيه أولاد شعرون طويل قوي يعني هو أقرب ما يكون للبنت فمش عارف تقول لك أصلوها كده هيبقى شكله جميل ما هو ما هو ده غلط يعني بقى برضو يعني يعني دي بقى اختيارات شخصية أنا مش هتكلم فيها بس أنا بتكلم فيه إن فيه أطفال تبص ليه شعرهم نزل على عينيهم كده وبتاعه وحاجات كده وشعرهم كبير قوي وحاجات زي كده اعملوا شكل جمالي لولادكم بس خلوا بالكو ولادكو دول مش لعبة انتو مش بتشكلوا لعقل ولادكو دول بالسلصات يعني تخيلوا كده معايا أعودوا تخيلوا كده هو أنا لو خدت رأي ابني آه أعودوا كده تخيلوا هل هو ممكن يوافق ولا ممكن يعترض ولا ممكن يعمل إيه هل هو هيحب شكله بداش تنصبه نفسك وطول الوقت إن أنا عايز أعمل لابني بونيتيل عايز أعمل لابني شعر طويل عايز أعمل لابني شعر طويل ليه يعني أنت عاديك بتحددي شكله بناء على أنت المطلوب منك أنه هو بتحفظي على شعر لكن تعمليه بقى شكل جمالي طبعا دي حاجة تخصكو أنا دوري أن أنا بقول الحاجات اللي علاقة بالعلم وحاجات اللي علاقة بالسلوك إذا كان لها ملمح علمي طيب بالنسبة بقى للبنات تعالوا بقى نشوف البنات بقى دي حكايتنا حكاية تبصت لو في أمهات بيتعاملوا مع ولادهم عندها سنة أو سنتين أو كده على إنها شعرها دي يعني ممكن أنا شخصيا سمعت وشفت يعني إن في أمهات بياخدوا أولادهم البنات أو بناتهم يعني صغارين دول بياخدوا معهم للكوافير حتى ده غلط خال يعني شعر الطفلة الصغيرة دي مش محتاج أي حاجة من اللي أنت بتعمليها دي مش محتاج المكوى مش محتاج الكيراتين مش محتاج البروتين بالمناسبة الكيراتين والبروتين الحاجات دي مجهدة جدا للشعر أنا بكلمك أنت بقى كأم دلوقت مش عارف أنت عارفة المعلومة ولا لأ بس دي حاجات مجهدة جدا لشعرك وكريمات الفرد بتاعت الشعر يعني فيه أمهات كتيرة قوي يقولوا إيه أنا ابني بنتي شعرها مش ناعم طيب ما هو الشعر اللي مش ناعم ما هو الشعر ده درجاء زي لون البشرة كده حضرتك ابتكري وفكري في إيه الشكل الجميل اللي هيكون عليه شعر بنتك علشان يكون شكلها ألطف مش أنك تغيري طبيعة شعر طفلتك اللي عندها سنة ولا سنتين ولا ثلاث سنين عن طريق أنك تعرضي لكيميكلز أو لمواد كيميائية فادحت الفواتير علشان خاطر شعر الطفلة يبقى ناعي يعني أنت ممكن تبقى بتحكمي على بنتك السوارة دي إنها طول عمرها تفضل تعاني من شعرها عشان حضرتك عملا تدعي فيه تدعي فيه تدعي فيه تدعي فيه من الإضعاف يعني من الضعف تمام علشان خاطر شكله يعجبك أنت طب وانت مين اللي قالك أن الشكله الكيرلي ده مثلا اللي هو ها ده شكله مش حلو مين اللي قال يعني يعني حضرتك ليه سنترتي الموضوع كده إن ده اختيار واحد أو كده انفتحوا يا جماعة على الأشكال والتجارب وكده على ضوء الطبيعة بتاعة الشعر وانا زي ما قلتلكم فيه فرق ما بين العناية بالشعر وفرق إن أنا عايزة غير طبيعته أنا بتكلم هنا عن الولاد والبنات خلال بس تحديدا بقى البنات فهنا ممنوع استخدام ممنوع استخدام الوسائل اللي حضرتك ممكن تكوني بتستخدميها لشعرك أنت ممنوع تستخدميها لأطفالك خلاص كده ده فيه حتى حاجات يعني لازم تبقوا عارفينها برضو إنه مثلا الشامبوهات اللي فيها صبغات دي في منطقة الخطورة يعني صبغات اللي هي بتديها ألوان تمام؟ اللي فيها روايحة هي مقبولة بس بشرط إن الروايح دي ما تبقاش نفازة وكده إنما الشامبو اللي ما فيهوش صبغة ده شامبو كويس الشامبو اللي فيه صبغة ده اللي فيه لون يعني صبغة اللي هي اللون الضاي يعني اللي هي خلاص ده دي حاجة مش كويس فما بالكم بقى إن فيه كمان يعني أنا بعرف أمهات وأسر كتير ابتدوا كمان مش ابتدوا يعني هم بيهتموا بالمكونات بتاعة الشامبو لازم يكون مفهوش صلفيت مفهوش بارابينز مفهوش الفليتس دي كلها مواد ضرة بالشعر اللي هي بتسبب الرغوة بالحاجات دي كلها ما علناها تمام؟ طيب يبقى موضوع الشعر ده قدينا اتكلمنا فيه طيب حاجة تانية؟ آه حاجة تانية عندي حاجة عندي ملحوظة عن الشعر الأمهات اللي فيه أمهات كده برضو بيعملوا حاجة بنية طيبة جدا لكن ليها أثر يمكن يكونوا مش عارفينه ايه هي؟ يقولك ايه؟ لما يبقى عندهم بنت مثل يقولك ألملها شعرها عشان شعرها ده ما يبقاش فيه حاجة هم قصدهم أي حاجة من حشرات الشعر أو حاجة زي كده تصرف جميل كويس تمام بس طبعا هو الأساس هو العناية بالشعر العناية بالشعر يعني الشعر ده يبقى نظيف على طول يعني الطفل ده لو هو في سن انه هو بيأكل نفسه أو بيأكل بأيديه لازم أبقى عيني على انه ما يحطش ايده في شعره فاهمين قصدي؟ لازم على طول نخسل نخسل ايديه زي بالزبط كان ما نقول الطفل ما تمسحش في اهدومك ولا ما تمسحش في الكرسي اللي انت عاد عليه ما تحطش ايدك في شعرك وانت ايدك فيها أكل خلاص والعناية بقى اللي هي الكويسة بس طبعا العناية دي برضو معقولة مش اللي هو كل يوم يعني تمام كده؟ طيب فيه بقى ما تقولك هلم الشعر بتاع بنتي حلو حلو طبعا طبعا مال الخطأ فين؟ اللامة بقى تبقى جامدة بقى شوفوا انا عملت ايه؟ اللامة ورقت فحتى الامهات دلوقتي اللي بيتفرجوا عليها سواء بقى الامهات اللي هم الامهات الجداد ولا البنات الصغارين ولا الفتيات ولا حتى السيدات المتزوجات يقولك ايه الشعر هنا بيتنحل انتوا عارفين الترمينولوجي ده المصطلح ده اه بيتنحل ان الشعر ده بيروح راجع الوراء قوي انت بتشدي الشعر بشدة خلاص عشان تعمليه مثلا دل حصان ولا مش عارف ايه ولا بتاع فانت ما بتنتبهيش ان المنطقة دي انت بتشدي فيها الشعر جدا فانت بتأثري على البلاد سابلاي او على الامداد الدموي للمنطقة دي كل حتة في جسمنا يا جماعة رايح لها امداد دموي في هيئة شعيرات دموية واوردة وشرايين وكده فانتوا لما بتعملوا الشدة دي نمرت واحد انتوا بتقللوا بتشدوا الشعر بطريقة بتضعفوه نمرت اتنين بتقللوا الامداد الدموي نمرت تلاتة الربطة الشدة دي حتى تلاقي عيني الاطفال دايما دايما يعملوا كده وتلاقي الام بقى اللي هي بتسرح بقى الشعر والحاجاتك وتروح لماه لمي شعر بنتك زي ما انت عايزة بس خليك احنا خلي اللما بسيط وما يبقاش ده الكود بتاعه يعني ما يبقاش دي خلاص التعريف بتاعه لا كل من فترة للتانية لازم شعرها يبقى مفروض علشان يتنفس علشان يجيلوا الهوى ويروح فيه وهكذا خلاص برضو من النقط المهمة قوي في الشعر حكاية التوك خلاص فيه توك معينة يعني انا مش عارف انا وروحت كده بتفاصيل اكتر شوية فيه توك مضرة يعني فيه توك كده اللي هي بتبقى ليها قاعدة كده بتمسك في الشعر برضو اي حاجة بتلامس فروة الراس دي غلط زي كده الحاجات اللي بتشبك الشعر وبتخلي الشعر معقد كده في بعضه كده تمام طيب يلا ندخل على حاجات تانية في صح وغلط لي علاقة مثلا بالاكل فيه ناس تقول فاضل لنا خمس دقايق طيب فيه ناس تقول فيه مادة غزائية نوع من انواع المواد الغزائية الخاصة بالاطفال مفيدة اكتر من الخضروات مادة كده معروفة يعني بتتعمل كده مش لازم اقول اسمها يعني خلاص انتو عارفين اللي هي يعني اللي بتبقى معدى سلفا يعني او جهزة للاستخدام يا دوبك بتحط عليها مثلا مية او كده اللي هي اغزية دقيق القمح والحاجات دي كلها خلاص انتو كلكم عارفتوها بقى الحقيقة بقى ان دي المفاجأة بالنسبالي يعني انا قعدت فترة طويلة قوي من حياتي الناس فهم العاج فهم ان المواد الغزائية دي مضرة عن المواد الغزائية التانية ابتدت الحالة تقلبت ابتدت ناس لوقتي تقول الحاجة دي مفيدة اكتر هي الحقيقة انها مش مفيدة اكتر ولا حاجة الحق يقال يعني يعني في ناس يقول تحديدا يعني انا واخد المعلومة دي من قب بقى من قب معانا فريق العداد يقول هو عمل كده فوكس جروب او ريسيرش وقالوله ايه اه لا دي بتبقى مفيدة عن الخضروات المسلوقة والمهروسة في البيت مثلا هذا امر خاطئ تماما تماما الخضروات التازجة دي اللي انت بتجيبيها وتخسليها وبعدين تسلوها وتهرسيها وتهرسيها يعني اللي هي الكوسة الجزر البطاطس دي افيد جدا يعني اه طبعا المنتجات دي حتى لو تلاحظوا هتلاول المنتجات دي دايما نقطة التميز عندهم ايه يقولك مدعمة بالحديد مدعمة بالكالسي فاهمين قصدي يعني هم بيحطوا لها حتة عشان تدعم خلاص انا بقولش انها خطر بس لما بنحطها في موضع مقارنة لا هي هي الاهم هي الحاجات الطبيعية دي حاجة كويسة فلازم نخلي بالنا ان احنا ما نقلبش الاي عارفين حاجة شبه ايه كده خلوني انهي بقى الحلقة بالحكاية دي ما احنا لسه عندنا الحلقة الجاية هنكمل صحه وغلط دا غير اللي هتبعث وهل كم أحكي لكم true stories يعني ماشه بقولكم آس ممكن في ناس نفتكل لنا بقولوا ده مبلغة في حد يقولك ايه اصل التطعيمات الاساسية اللي هي الملزمة اللي هي تطعيمات وزارة الصحة هقولكم بقى مسميه تهير اللي هي تطعيمات الحكومية اللي هي تطعيمات وزارة الصحة اللي هي تطعيمات الالزامية فيه ناس تقول لك ايه مش مهمة المهمة باقي التطاعمات التانية ده غلط خالص ده 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 اهم حاجة التطاعمات التانية ده هي التطاعمات الاختيارية هي التطاعمات الاضافية خلاص يعني اقولك جملة هي غير مضرة لكنها غير ملزمة والنتائج بتاقي وهي يعني فيها واحد او اتنين هما اللي اليوم اهمية الباقي اهميتهم عليها على ما تستفهم كبيرة جدا جدا فانا قصدي انتوا حضراتكم كأسرة لازم تهتموا بالقص تهتموا انتوا التطاعمات الاساسية دي اصلا انا بقى افاجأ الاقي حد يقول لي ايه اصلا انا ابني اللي كان عنده التطاعم بتاع السلاسي ولا شال الاطفال بتاع ما خدوش كنا عندنا ظروف كده كنا مسافئ وكأنه حاجة مش مهمة يا ده موعيد التطاعمات دي مهمة جدا جدا خلاص وفي حين بقى تلاقوا نفس الاسرة دي حارسين جدا على تطاعم من التطاعمات الخارجية اللي هي الاضافية يا جماعة يعني افهموا الحاجة صح التطاعمات الاساسية هي الاساس علشان كده اسمها الاساسية دي اللي لازم تكتبوا مواعدها ولو السمت طبقة على الارض استخدرها عظيم لازم تروحوا تدوا التطاعم في معاده الا اذا كان فيه مانع يعني للتطاعم او كده فبيؤجل التطاعم شوية انما مش تهملوه يعني وتقول اصله حصل بقى ظروف كده وما تمناش نديله الجرعة التانية ليه في حين انتلاقي نفس الناس بقولك بيروحوا ياخدوا التطاعم التاني وحرسين عليه جدا ويدفعوا فيه فلوس كتيرة جدا وبتاع وغلط التطاعمات الاساسية هي لازم تتوفى والتطاعمات التانية خلاص يلا نقول حاجة اخيرة في الصح والغلط صح ولا غلط ضرب الاكل في الخلاط او الهند بلندر او يعني اللي هو اللي بيعملوها في برامج الطبخ دي غلط تماما انا عملها والغلط بس الحلقة كلها انا عملها غلط غلط تماما غلط تماما ليه لانه فكرة الاكل مش ان الطفل يأكل كتير قد ما ان الطفل يتعامل مع الاكل الطفل اللي ما بيجي يأكل هو بينتقل من مرحلة انه بيتعامل مع الاكل كان بيتعامل مع اكل فلويد سائل اللي هو لبن الرضاعة سواء كانت رضاعة طبيعية أو رضاعة صناعية إلى حاجة بنسميها سيمي سوليد اللي هي نصف صلبة أو شبه صلبة بالتحديد يعني فعشان كده بنقول لكم إيه الخضروات المسلوقة والمهروسة فاهمين قصدي اللي هي كده اللي تبقى حاجة وبتديله بطرف المعلقة إنما تيجي بقى الأمهات يجيبوا الأكل ويحطوا الأكل يقول لك عشان أصلا ما بيرضاش يأكل لحمة ويرضاش يأكل فراخ طب إيه بقى الحل العظيم يا ستة الكل تقول لك بجيب بقى الحاجات دي كلها بالهند بلندر ولا بالخلاط ولا بالكبة ولا واتفر واضربهم في بعض ودهم له كده عجينة غلط غلط أولا لأن انت ما بتزبطيش الكميات أو بتركزي بقى في حاجة معينة ثانيا مش مطلوب أن الطفل هرجع لأول كلمة قلتها في المشاية السؤال أنا اللي بسألكو هو الطفل ده بعد كده هيكل الأكل مضروب ولا هيكله عادي هيكله عادي يبقى المفروض أنا بساعده أنه يتعرف على الأكل العادي أو يتعامل معاه عن طريق أنه هو يبقى طريق أنه ندي له حتة كده صغيرة جدا على طرف المعلقة في لسانه يقدر أنه هو يحطها في بقه فهي الدوب من نفسها فيكلها فيبلعها والبلع على فكرة منعكس لا إرادي يعني حضرتك ما تشغليش بالك هو كده كده الطفل لما منحط له الأكل في بقه على لسانه يعني البلع ده منعكس ربنا خلقه اسمه ريفلكس يعني منعكس دي ترجمة ريفلكس فما تشغليش بالك حضرتك بالموضوع ده بس أنت عملي اللي بقولك عليه كمية الأكل الصغيرة بطرف المعلقة تشجيع كويس لازم درجة الطهي تبقى كويسة جدا يبقى الأكل مطهي كويس اللي هو مسلوق يعني مسلوقه مهروس كويس إنما مش الخلط بالحاجات اللي احنا قلنا عليها يوم السابت الجاي بإذن الله تعالى إذا ربنا أراد هنكمل مع حضراتكم سلسلة حلقات صح وغلط هنكمل اللي احنا كنا مجاهزينه النهاردة هناخد أسئلة حضراتكم عن يطرى اللي احنا بعاتينه ده صح ولا غلط وزي ما اتفقنا هنخصص جزء من حلقة عن الصح والغلط فيما يخص العيد الكبير كل عام وحضراتكم بخير دايما يا رب تحياتي وإن شاء الله نشوفكم أنا هشوفكم يوم السابت الجاي بإذن الله ولكن يحكى أننا متواصل مع حضراتكم من بكرة وحتى يوم الأربع سلام عليكم اشتركوا في القناة